بيزود محمد ناصر الطين بلة ويؤكد أنه كاذب يؤكد أنه عميل يؤكد أنه خاين يؤكد أنه نقط بقى لقى مش هاشتم تاني بيقول محمد ناصر أنه البغدادي موجود في سجون المصرية أو في سجون السيسي اخبتك بجد والله قال كده تعال اسمعه أبو بكر البغدادي الحقيقي موجود في سجون السيسي والله أنا نعيدها تاني نعيدها تاني اضحك مع محمد ناصر وخبته اضحك أبو بكر البغدادي الحقيقي موجود في سجون السيسي هل هذا عاقل؟ هل هذا عاقل؟ ده واحد عاقل؟ والله أنا بخترع ليكو على زميلي يعني لو جبنا مثلا حمزة زوبعو بيقول الدولار في مارس 2019 سيصل إلى 250 جنيه نجيب دي ونجيب محمد ناصر وهو بيقول أنه البغدادي موجود في سجون السيسي ونجيب معتز ماطر وهو بيقول مش عارف مين عمل ايه مش أكاذيب الأكاذيب يعني في أكاذيب كتير بنشوفها لكن دي مش أكاذيب هطل، ده هبل، ده عبط لكنه بيعكس المرء مخبوء تحت لسانه كلمة مني بتطلع بتبين أنا مين وأصل وفصل ده محمد ناصر